السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن في هذا فيديو سوف نرى طريقة جديدة للتعامل مع الكونترولرز كيف نقوم بتعريف الميثوت بداخله بدون الحاجة إلى أننا نقوم بكتابتها من الصفر كما فعلنا في المشروع السابق إذن في المشروع السابق قمنا بإنشاء كونترولر سمينيه تودوس كونترولر وبعدها بداخله قمنا بإنشاء فانكشنز فانكشنز اسمها اندكس فانكشن اسمها ايدت فانكشن اسمها كريايت إذن سنرى الأمر الذي يسمح لنا بإنشاء الكونترولرز مع أو الكونترولر عفوا مع الميثوت الخاصة به وأيضا ربطها مع الروت بشكل تلقائي إذن لو نأتي هنا على الموقع الرسمي للارفل نأتي على الكونترولرز ونأتي هنا على الريسورس كونترولرز إذن الريسورس كونترولرز هي اختصار للكروت create, read, update وdelete إذن هذا الكونترولر سيقوم بهذه الأمور الأربعة إذن create, read, update وdelete وسيتم طبعا إنشاء لنا هذه الميثوت أوتوماتيكيا بدون الحاجة إلى أننا نحن من نقوم بتعليفها إذن كيف نقوم بإنشاء هذا الريسورس كونترولر إذن نقوم بإنشاء كونترولر عادي فقط نضيف إليه هذا الخيار مينس مينس ريسورس إذن هنا سوف نأتي على الترمينول إذن نكتب PHP artisan ولدينا make كونترولر نعطي اسم للكونترولر إذن سوف نسميه categories controller وهنا مينس مينس ريسورس إذن تم إنشاء لنا الكونترولر الآن نأتي هنا على الأبليكيشن الخاص بنا في الفيجول استوديو إذن app http controllers وهنا لدينا categories controller نقوم بإلقاء نظرة على هذا الكونترولر إذن نلاحظ يحتوي على مثل معرفة مسبقا إذن هنا لدينا الاندكس هذه نقوم باستخدامها لعرض جميع الرسورس وعندما نقول الرسورس فهنا نحن نتكلم عن هذا الكونترولر إذن الكاتيجوريز يعني هنا يتعامل مع الكاتيجوريز هنا لدينا الكرييت هذه ستقوم بعرضنا الفورم لإنشاء رسورس جديد أو لإنشاء كاتيجوري جديد الستور هذه ستقوم بحفظ لنا الرسورس أو الكاتيجوري في الداتابيز هنا لدينا الشو هذه ستقوم بإظهار لنا كاتيجوري معين أو رسورس معين اعتمادا على الإيدي لدينا هنا الإديت هذه ستقوم بعرضنا الفورم لكي نقوم بعمل update على رسورس معين أو كاتيجوري معين هنا لدينا الupdate هذه ستقوم بعمل update لرسورس في الداتابيز أو عمل update للكاتيجوريز في الداتابيز والديستوري هذه كي نقوم بحفظ رسورس معين اعتمادا على الإيدي إذن الآن لم نعد بحاجة إلى إنشاء هذه الميثود أوتوماتيكيا فقط نقوم بتمرير هذا الخيار هنا minus minus resource وسيتم إنشاء لنا هذه الميثود التي عادة ما نقوم باستخدامها الآن كيف نقوم بربط هذا الكونترولر مع راوت معين إذن سوف نأتي على الweb.php إذن هنا سنقوم بإنشاء راوت هنا لدينا هذه الستاتيك ميثود اسمها رسورس هنا نقوم بتمرير الراوت إذن سيكون لدينا كاتيجوريز وهنا سيكون لدينا كاتيجوريز كونترولر بهذا الشكل الآن نعمل كومنت دقيقة لهذا الصدر سنعود إليه بعد قليل الآن لو نأتي على الترمينول ونقوم بتنفيذ هذا الأمر php artisan route list إذن قلنا أن هذا الأمر يقوم بعرض لنا جميع الراوت أو الروابط المعرفة في الأبليكيشن الخاص بنا إذن هنا نعمل zoom out إذن نعمل clear إذن نلاحظ حاليا لدينا هنا الhome uri أو الراوت إذن لدينا login logout ولدينا هذه الأشياء الآن لو نعمل uncomment لهذا الصدر ونقوم بعمل run للكود من جديد أو تنفيذ الكود من جديد نلاحظ هنا تمت إضافة لنا جميع الراوت الخاصة بالكاتيجوريز يعني أنا هنا فقط قمت بتعريف الراوت واحد وهو كاتيجوريز فتم إنشاء لنا الكاتيجوريز سواء في البوست أو في ايضا تم إنشاء لنا كاتيجوريز سلاش كريايت هنا كاتيجوريز هنا لدينا هذا ال بارامتر كاتيجوري وإيضا لدينا هنا put لدينا هنا الديليت وهنا لدينا الإديت إذن تم إنشاء لنا هذه الراوت تلقائيا وتم ربطها مع المعرفة في هذا كاتيجوري كاتيجوريز كونترولر إذن على سبيل المثال لو جئنا إلى هذا الRoute إذن هنا هو من نوع get على هذا الRoute categories إذن سيتم استدعاء لنا الميثود index الموجودة في الController categories controller لنتأكد من ذلك أولا سوف نأتي على resources هنا في الviews سنقوم بإنشاء مجلد جديد خاص بالcategories إذن هنا categories وسنقوم بإنشاء index.blade.php الآن سوف نأتي على categories controller ونأتي هنا على الIndex إذن هنا سنقوم بعمل return لview معين إذن هذا الview موجود في مجلد categories ونستدعي الIndex.blade.php الآن نرجع هنا إلى الIndex.blade.php إذن هنا سنعمل extend إذن سوف نعمل extend من layout folder ثم لدينا هنا app.plate.php هنا أيضا سيكون لدينا section إذن سيكون content هنا حاليا سنقوم فقط بطبيعة add H1 all categories إذن الآن المفروض عندما نقوم بزيارة هذا around categories يتم استدعاء لنا الIndex أو تنفيذ الIndex والIndex هي تقوم بإرجاع لنا هذا الview الذي قمنا بإنشائه هنا نتعكد من ذلك إذن هنا نعمل PHP artisan serve نعمل هنا refresh هنا سنقوم بالتعديل على settings إذن سوف نأتي على layout app.plate.php هنا سوف نقوم بجعلها categories وهنا الرابط سيكون categories نعمل refresh إذن نضغط الآن على categories نلاحظنا تم عرض لنا الview all categories الذي قمنا بتعريفه هنا إذن عندما قمنا بزيارة هذا الرابط categories تم تشغيل لنا الميطود index الموجودة في categories controller أيضا نفس الشيء لو جئنا هنا على هذا الرابط إذن سنقوم بإنشاء الفورم لكي نقوم بعمل new category إذن لدينا هذا الرابط categories وهنا mine ثم slash ثم create إذن سيتم استدعاء لنا أو تنفيذ لنا الميطود create الآن ننتقل على الميطود create إذن سنقوم بعمل return هنا سيكون لدينا view طبعا هنا لدينا المجلد categories و سوف نستدعي التمبليت create إذن نأتي هنا على categories نقوم بإنشاء ملف جديد إذن لدينا create.plate.php نقوم بعمل copy من هذا الكود هنا اختصارا للوقت إذن هنا سيكون لدينا create على سبيل المثال إذن create category إذن نعمل refresh للصفحة هنا كاتيجوريز الآن نأتي على create إذن كما نلاحظ هنا لدينا هذا الفيو create category الآن سنقوم بالتعديل عليهم إذن نأتي أولا على الاندكس إذن هنا ستكون لدينا card ثم .card default إذن هاتي إقلاصات البوتستراب إذن هنا سيكون لدينا card header هنا سنكتب all categories وهنا سيكون لدينا card body هنا سوف نكتب no categories yet طبعا سنقوم بالتعديل عليه لاحقا إذن نأتي هنا على categories إذن نلاحظ all categories وهنا no categories yet إذن هنا عليك أقسم بعد الآن سنقوم بالتعديل على create أو قبل هذا نريد أن نقوم بإضافة button هذا البوتن يقوم بنقلنا على هذا الرابط هنا categories slash create لكي نقوم بإنشاء category جديد إذن نرجح هنا إلى الكود إذن سنقوم بعمل هنا سيكون لدينا a tag هنا سيأخذون على categories وcreate هنا سوف نعطي بعض الكلاسز إذن سيكون لدينا button وإذن سيكون لدينا button هنا نعمل add category إذن نعمل refresh إذن نلاحظ هذا البوتن إذن سوف نعطيه style سيكون لدينا margin bottom إذن 10 pixel وإذن نريد أن نقوم بنقله على اليمين إذن سوف نعمل pull right إذن نعمل refresh البول right هنا لم تعمل إذن نجرب flow right إذن نقوم بالتعديل على هذا الزر أيضا إذن ماذا سنعمل إذن نجرب وضع هذا في diff ونعطي class clear fix إذن بهذا الشكل لا لدينا add category لو نقوم بالضغط عليه سيتم أخذنا إلى هذا الرابط categories slash create الآن نعدل هنا على الفورم الخاص ب create new category إذن سيكون هنا لدينا أيضا card هنا card default إذن هذه كلاسات bootstrap كما قلت إذن هنا سيكون لدينا card هيدا هنا add a new category وسيكون لدينا card body هنا سيكون لدينا form إذن هنا سوف نستخدم CSRF هذا الـ directive هنا سيكون لدينا div form group إذن لديه هذا الكلاس هنا سيكون لدينا label إذن هاتي label for category وهنا category name ونعمل ونعمل إذن type text ونعمل place holder add a new category ونعمل form group آخر هنا سيكون لدينا a tag وهنا نعمل add أعطيه هنا class إذن سيكون لدينا button وسيكون لدينا button success إذن نعمل refresh هنا نحتاج أيضا إلى class إذن سيكون لدينا class إذن سيكون لدينا form control نعمل refresh إذن بهذا الشكل الآن لو نرجع هنا إلى terminal ننفذ عفوا ننفذ الأمر الخاص بالroute list لكي نقوم بعرض جميع الرoute إذن لو نأتي هنا لدينا method إذن method هذه نعرف ما هي أيضا ال action نعرف ما هو action لدينا هنا name إذن هنا هذه الرoute سنقوم بإعطائها أسماء ونستطيع من خلال هذه الأسماء أننا ننادي على هذه الرoute لماذا هنا الأسماء أو names مفيدة يعني على سبيل المثال هنا لو قمت أنا بتغيير categories إلى اسم آخر فأنا أحتاج إلى أنني أقوم بالذهاب على سبيل مثال إلى ال إذن أين قمت بإضافة البطن إذن سأحتاج أنني آتي إلى هنا وكل مرة أنا أقوم بالتعديل على القيمة الجديدة ل الرoute لكن باستخدام ال names فهذا ال names لن يتغير الذي يتغير فقط هو الرoute إذن هنا ال names سيكون ثابت إذن إذا قمت بالتغيير هنا على الرoute فأنا لست بحاجة إلا أنني آتي على جميع الأماكن التي قمت بها في تعريف هذا الرoute وأقوم بتعديلها إذن كيف نقوم بالمنادات على هذا ال name إذن على سبيل المثال هنا لدينا get على categories إذن هذا هو ال name الخاص به ونشئ بالنسبة لل login ال logout نلاحظ لديها names إذن نعمل copy لهذا ال name هنا بدل التعريف بهذه الطريقة إذن سوف نستخدم الكريبريس وهنا سوف نستدعي هذه الميثود راوت وهنا نقوم بتمرير لها الاسم إذن لدينا categories dot index وسيتم استدعاء نفس هذا الراوت طبعا هنا نحن نقوم بعمل add category إذن نحن سنعمل هذا create بدل من index أيضا لو ناسي هنا على ناسي على ال blade أو ناسي على app dot blade dot php إذن لدينا app dot blade dot php هنا بدل من استخدام هذه الطريقة إذن سوف نستخدم الراوت وهنا نقوم بتمرير النام إذن النام هنا سيكون categories index إذن الآن إذا قمت أنا بالتعديل على هذا الراوت فأنا لست بحاجة إلى أن آتي لهنا وأيضا أقوم بالتغيير لكن الكتابة السابقة لو قمت بالتغيير هنا في الراوت سأحتاج إلى أن أنا آتي على هذه الجزئية وأقوم بتعديل الراوت الآن باستخدام النام الراوت لن نحتاج إلى التعديل إذن هنا نعمل php artisan سير من جديد إذن نأتي هنا على الhome نأتي على الكاتيجوري إذن الراوت شغال هنا add كاتيجوري إذن أيضا الراوت شغال إذن في هذا الفيديو تطرقنا ل أيضا تطرقنا ل static method جديدة في الراوت وهي resource وأيضا تطرقنا لهذه الميثود هنا الراوت أو تطرقنا ل named around يعني أسماء الراوت لا توقف عند هذا الحد نكمل في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته